كجزء من فترة حداد الحزن الوطني التي استمرت لثلاثة أيام أقام سكان وأسر الشهداء في بلدة انتجو في وسط تيغراي وقفة احتجاجية على ضوء الشموع ومراسم تأبين لتكريم شهداء تيغراي التقينا برقبة كاسو والأبت الغزآب في الحدث وأخبرونا أن شباب تيغراي خرجوا إلى ساحات القتال وهم في علم بخسارة حياتهم الثمينة من أجل إنقاذ الشعب من الإبادة لقد جاءت قوات الأعداء متحالفة إلى بلادنا لإبادتنا ثم استجهد شهداءنا دفاعاً عننا وعن وطننا من تلك القوات ولذلك فإننا سوف نكرم تراثهم ونعمل على القضايا التي بذلوا من أجلها أقصى التضحيات أحد الشهداء الذين نكرمهم اليوم هو ابن أخي لذلك أنا هنا اليوم للتعبير عن تضامني مع جميع أسر الشهداء وأتعاهد بالعمل على القضية والأهداف التي ضحوا بحياتهم من أجلها أود أن أعرب عن خالص التعازي وأعد بأن أتذكرهم دائماً بالصلاة ويقول لنا المشاركون في الفعالية أنهم سيعملون بجهد حتى لا تذهب تضحيات الشهداء صدى شويت قبريسوس هو رئيس جمعية الشباب في بلدة انتجو ويخبرنا أنه هنا لتكريم استشهاد إخوته وأخواته وليفي بوعده بخدمة مجتمعه ووطني كعضو ورئيس جمعية للشباب تقع على عاتق مسؤولية الشباب هنا بالعمل من أجل تحسين وإعادة إعمار تيجراي بعد الحرب القاتلة هاجر شبابنا إلى مناطق أخرى بشكل غير قانوني ويواجهون العديد من المواقف التي تهدد حياتهم في الطريق لذا فإن مسؤوليتي على العمل على إبعاد الشباب عن الهجرة غير الشرعية لقد مات أصدقائي حتى لا أموت أنا لقد ماتوا لإنقاذنا جميعا لذلك أعد أنني لم أخذ لهم أبدا وسأقف إلى جانب أختي وأسر الشهداء الآخرين انتهت فترة حداد الحزن الوطني التي استمرت لثلاثة أيام في يوم الاثنين اشتركوا في القناة